ومن خلال التتبع يمكن القول أن الإمام عليه السلام قد سجن خمس مرات في خلافة بني العباس واحدة منها في عصر المهدي العباسي وأربع منها في عصر هارون الرشيد مع فرض الإقامة الجبرية في الفترات المتخللة نشير إليها كالتالي سجن الإمام عليه السلام في عصر المهدي العباسي أدخل الإمام عليه السلام سجنه الأول زمان المهدي العباسي حكم ما بين 159 إلى 169 للهجرة وكان هذا الحاكم غريب الأطوار لأنه من جهة كان معروفا لدى خاصته بالتهتك واللهو والشراب وما شابه ويكفي أن اثنين من أولاده علية وإبراهيم كان في خط اللهو فتلك ضرابة عود وهذا مغن وإليهما يشير أبو فراس الحمداني في قصيدته المعروفة منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنيين إبراهيم أم لهم بل قالوا إن المهدي هو أول من أظهر اللهو والغناء من العباسيين في مجلس الخلافة والطريف أن والده أبا جعفر المنصور سماه محمدا ولقبه بالمهدي حتى يقال هذا هو المهدي الموعود الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقابل هذا الجانب من التهتك واللعب جانب آخر من التشدد العنيف فيما سمي بالحرب على الزنادقة حتى لقد أسس شرطة خاصة بذلك وعين عليهم عسكريا بعنوان صاحب الزنادقة وكان هذا العنوان واسعا حتى صار أي شخص في عهده يناظر أو يتكلم في الاعتقادات من الممكن أن يتهم بأن عنده زندقة فيأخذ ويذبح بل يكفي أحيانا أن امرأة تخبر عنه بما لم تفهم فيكون في معرض القتل فهذا الخليفة عين شخصا اسمه صاحب الزنادقة عمله فقط يذبح هؤلاء وفي هذه الفترة الإمام الكاظم عليه السلام أمر أتباعه وأصحابه أن لا يخوض في كلام الإمامة ومناظراتها فنهى الإمام الكاظم عليه السلام كل أصحابه أن لا يتحدث في تلك الفترة بأفكار الإمامة ولا فيما يرتبط بقضايا صفات الله عز وجل ولا بقضايا الجبر والاختيار ولا بأمور القضاء والقدر فضلا عن مسائل الإمامة ونحن لا ننكر وجود أفكار إلحادية في المجتمع المسلم لها أسباب كثيرة منها الامتزاج الثقافي غير المخطط مع إبعاد العلماء العارفين وفي طليعتهم الأئمة والتضييق عليهم والتناقض الصارخ بين الدعاءات الخلفاء الخلعاء وبين ممارساتهم وغير ذلك من الأسباب صورة أخرى من التذبدب في شخصيته بالقياس إلى بن العباس فبينما كان أبوه المنصور يصنع الممكن والمستحيل لمعاكسة ما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام بل رفض أن يروى عن جده عبد الله بن عباس إذا كان ذلك يرتبط بمنهج أهل البيت في العقائد والأحكام ولهذا يقال إنه لها مالك بن أنس أن ينقل في الموطأ عن علي عليه السلام حتى لو كان الواسطة في ذلك عبد الله بن عباس إلا أنه في قضية هي من مختصات فقه أهل البيت وهي الجهر بالبسملة نراه يجهر فيها خلافا للرأي الشائع عند باقي الفقهاء وربما فهم من ذلك بعض الباحثين أن هذا وغيره يدل على تخفيفه القبضة عن أهل البيت ولكن يعتقد أنه كان مذبذب الطريقة فهو هنا يصنع هكذا ولكنه في مكان آخر يجيز الشاعر مروان بن أبي حفصة الذي تصدى لهجاء أهل البيت ونظم الشاعر في إبطال أفكارهم وعقائدهم بسبعين ألف درهم تشجيعا له ولغيره على انتقاص أهل البيت عليهم السلام فقد دخل هذا على المهدي ذات يوم وأنشده قائلا يابن الذي ورث النبي محمد دون الأقارب من ذو الأرحام الوحي بين بني البنات وبينكم قطع الخصام فلا تحين خصامي ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام أن يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام وتراه في نفس الاتجاه يعتقل الإمام الكاظم ويسجنه وقد رأى بعضهم أنه استمر ذلك السجن مدة سنة من الزمان ولا نملك معلومات تؤكد ذلك فإنما هو موجود في روايات الإمامية هو ما سبق أن نقلناه عن أبي خالد الزبالي وليس فيه تحديد للمدة إلا إذا تم استفادة ذلك من قوله إذا كان في سنة كذا وشهر كذا باعتبار أنه إذا كان في نفس السنة فلا حاجة إلى تعيينها فهي متعينة فلا بد أن تكون سنة أخرى وهكذا قوله فما كانت لي همة إلا إحصاء الشهور والأيام ولكن هذا ليس دليلا تاما وإنما قرينة على ما ذكر وقد ذكر في موقع إلكتروني تابع للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام أنه تم إشخاص الإمام إلى المهدي العباسي مرتين في سنة 169 و 170 للهجرة ولم يذكر فيه مصدر معتمد في ذلك مع أنه لو كان لا يدل على أن ذلك استغرق سنة كاملة بينما اكتفى آخرون بالقول إنه بقي في سجنه فترة قصيرة سجن الإمام عليه السلام للمرة الأولى في عصر هارون الرشيد قد ذكرنا الظروف التي جاء فيها هارون العباسي للسلطة وكان عمره 22 سنة وقد سبق الحديث عنها وكان الإمام عليه السلام في المدينة المنورة وفي سنة 179 للهجرة أي بعد نحو تسع سنوات من حكم هارون وقد جاء فيما قيل في شهر رمضان للعمرة وبعدها قصد المدينة وزار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخاطبه قائلا يا رسول الله إني أعتدر إليك من شيء أريد أن أفعله أريد أن أحبس موسى بن جعفر فإنه يريد التشتيت بين أمتك وسفك دمائها ثم أمر به فأخذ من المسجد فأدخل إليه فقيده واستدعى قبتين فجعله في إحداهما على بغل وجعل القبة الأخرى على بغل آخر وخرج البغلان من داره وعليهما القبتان مستورتان ومع كل واحدة منهما خيل فافترقت الخيل فمضى بعضها مع إحدى القبتين على طريق البصرة والأخرى على طريق الكوفة وكان أبو الحسن عليه السلام في القبة التي مضي بها على طريق البصرة وإنما فعل ذلك الرشيد ليعمي على الناس الأمر في شأن أبو الحسن عليه السلام وأمر القوم الذين كانوا مع قبة أبو الحسن أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور وكان على البصرة حينئذ فسلم إليه فحبسه عنده سنة وكتب إليه الرشيد في دمه فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشارهم فيما كتب به الرشيد فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة فما وجدته يفتر عن العبادة ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه فما دعا عليك ولا علي ولا ذكرنا في دعائه بسوء وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني وإلا خليت سبيله فإنني متحرج من حبسه وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه يسمعه كثيرا يقول في دعائه وهو محبوس عنده اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك اللهم وقد فعلت فلك الحمد ومن خلال بعض القرائن يظهر أن عيسى بن جعفر بن المنصور كان متعقلا لا سيما وقدر الإمام على الطبيعة ولا ريب أن من يعاين المعصومين عليهم السلام ويرى انقطاعهم إلى الله وأخلاقهم وزهدهم لا يملك إلا أن يخضع لهم ويعجب بهم فإن الفطر السليمة لا تملك إلا أن تستحسن الحسن وتتعاطف مع المظلوم وقد اجتمع في الإمام عليه السلام ولا ريب أنه وهو يراقب الإمام خلال سنة كاملة قد ملئ أعجابا به بل تشير بعض الأخبار إلى أنه سمح للعلماء ولشيعته في البصرة أن يجتمعوا إليه ويسألوه عما أشكل عليهم من أمور دينهم ونحتمل أن هارون استشعر وكان لا يثق كثيرا بعماله وولاته بل كان يضع عليهم الرصد والجواسيس بأن عيسى يخفف على موسى بن جعفر عليه السلام بل يعجب بشخصيته فكان أن أرسل هارون إليه يأمره بقتله فاستعفى من تنفيذ الأمر ورد عليه بأنه إن لم يبعث أحدا يستلمه منه فسوف يطلق سراحة الإمام عليه السلام ومن هنا بدأت مرحلة السجن الثاني للإمام موسى في بغداد سجن الإمام عليه السلام للمرة الثانية في عصر هارون بعد إخراجه من سجن عيسى بن المنصور وإشخاصه من البصرة إلى بغداد العاصمة تم تسليم الإمام عليه السلام إلى الفضل بن الربيع الوزير العربي لهارون ليسجن في بيت عنده وسيأتي في صفحات قادمة توضيح عن الربيع وابنه الفضل لما لذلك من آثار في توضيح طريقة تعامل الثاني مع الإمام الكاظم عليه السلام فانتظر المهم أن الإمام عليه السلام تم تسليمه إلى الفضل بن الربيع ليكون مزدونا عنده في بيت وهذا ما حصل ويظهر من خبر نقله الشيخ الصدوق بسند عن الفضل بن الربيع يظهر منه أن محل سجن الإمام كان ملاصقا لقصر الفضل بحيث كان بإمكانه لإطلاع على أحواله وكان الإمام عليه السلام يتخذ من ساحته مصلا له وينظر إليه الفضل بإعجاب فعن أحمد بن عبد الله القروي عن أبيه قال دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي ادن مني فدنوت حتى حاذيته ثم قال لي أشرف إلى البيت في الدار فأشرفت فقال ما ترى في البيت قلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأملت ونظرت فتيقنت فقلت رجل ساجد فقال لي تعرفه قلت لا قال هذا مولاك قلت ومن مولاي فقال تتجاهل علي فقلت ما أتجاهل ولكن لا أعرف لي مولا فقال هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إني أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحال التي أخبرك بها إنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس وقد وكل من يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدئ بالصلاة من غير أن يجدد وضوءا فأعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفى فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر فإذا صلى العصر سجد سجده فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثه فلا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شوي شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي فقلت اتق الله ولا تحدثن في أمره حدثا يكون منه زوال النعمة فقد تعلم أنه لم يفعل أحد بأحد منهم سوء إلا كانت نعمته زائلة فقال قد أرسلوا إلي في غير مرة يأمرونني بقتله فلم أجبهم إلى ذلك وأعلمتهم أني لا أفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني وفي خبر آخر أن هارون كان قد اطلع على الإمام عليه السلام وهو مسجون عند الفضل فرآه على تلك الحالة من العبادة وأنه ربما يرى أبا الحسن عليه السلام ساجدا فيقول للربيع يا ربيع ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع فيقول الربيع له ما ذاك بثوب وإنما هو موسى بن جعفر له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال قال الربيع فقال لهارون أما إن هذا من رهبان بني هاشم فيقول له الربيع فما لك فقد ضيقت عليه في الحبس قال هيهات لا بد من ذلك تستمعون إلى كتاب كاظم الغيظ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فوزي آل سيف